إذن مشاهدين نتقل وإياكم إلى جولة من الأخبار الاقتصادية في سياق هذا التقرير قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد الصباح أن هناك جهودا كبيرة بوذلت لتسهيل إجراءات الدخول والخروج للعاملين في منطقتين العمليات المشتركة بالوفر والخفجي في عقاب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت والسعودية لمنع تفشي وباكرون المستجد كوفيد 19 وضاف الشيخ نمر الصباح أن تلك الجهود بذلتها كل من وزارة النفط والشركة الكويتية للنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية منوها بالتعاون المتواصل والتنسيغ المستمر مع وزارتي الداخلية والصحة والإدارة العامة للجمارك في إطار الجهود التي بذلتها جميع الأطراف ودورها في ضمان حسن سير المنشأة وتتويج نفس سير العمل وفقا للخطط المرسومة بناء على اتفاقية عودة الإنتاج بين البلدين الشغيقين